نبدأ بقى مع حضراتكم نبدأ بالأخبار الحلوة ويمكن احنا نوهنا مبارح في نهاية الحلقة بتاعتنا سريعا جدا لكن عايزين نتكلم شكل أكثر تفصيلا للنهاية كانت لقطة محترمة الجولة اللي عملها كابتن محمود الخطيب بأهل مدينة نصر مبارح علشان زي ما بنتكلم بيقف هو دايما بيكون حريص ان هو يشوف أخر المستجدات والتطور والإنشاءات والخدمات اللي بتتعلق مش بس فرع مدينة نصر حقيقي بكل الفروع الخاصة بالنادي الأهل مرارا وتقرارا احنا عملين نقول لحضراتكم هذا كلام ونعرض هذا الكلام مجلس إدارة الأهل فعلا فعلا والحقيقال بالشغل في كل الملفات ده بالتوازي وليس بالتوازي زي ما بيتقن انشاءات موجودة خدمات اجتماعية موجودة مؤسسة للتنمية المجتمعية موجودة شركات للكرة والخدمات السياحية وغيرها موجودة يعني وبرضو هنتكلم عن فروع النادي المختلف وضع حجر أساس استاد الأهل برضو ده كان حدث مهم جدا جراج مدينة نصر اللي كان بيهم كل عضو من سنين كانت مشكلة يعني قديمة ولكن الحمد لله قدرت ان هي او قدر المجلس ان هو يحلها فتحية كبيرة جدا ومجهود رائع جدا لازم ان احنا نتكلم فيه ولازم ان احنا ننوه عنه فكانت جولة حلوة جدا الكريم المبارح وزي ما بتقيل كده هي مرحلة جديدة بكل المقاييس على كافة الأصعادة بيشهدها بإذن الله وحيشهدها النادي الآن ترجمة نانسي قنقر